مرحبا جميعا شاومي 12 برو احدى احدث الاجهزة اللي نزلت من شاومي مؤخرا نزلت بالصين من حوالي شهر وشوية زي ما كانوا شهرين ولكن هل عم تم اطلاقها بالدول العربية تقريبا كلهم بنفس الوقت فلاكشيب من شاومي خلينا نقول عم تفتح صفحة جديدة لبعض المشاكل اللي كانت باجهزتها اللي قبل وعم بتصلحها بالشاومي 12 برو اول شي خلينا نحكي عن التصميم ونقول انه بسيط ولكن حلو ما في عجقة بتحس التليفون راكز محترم بالناس ما في تبصيم على الفينشينج او ما في البصمات اللي معودين عليها من قبل والاول مرة ممكن اقول عن جهاز من شاومي انه رائع حافظ غيري للكاميرات اللي رح تختفي بس نحط الكفر مع وجود ثلاث كاميرات والفلاش اللي رح نحكي عنه بعدين شاشة اياسة 6.7 انش مع رفرش ريت 120 هردز واللي فينا نتحكم عن طريق الاعدادات اذا 60-90-120 او حتى فينا نحطه اوتو ويعطينا هردز واحد توفير للبطارية WQHD Resolution وضوح بالشاشة الامولد الموجودة ومريح لمشاهدة الافلام بالاضاءة العادية علما انه فينا نستمتع كمان بسماعات من هارمون كاردن ستاريو كوادرو لتجربة جميلة بالافلام وبسماع المصير تثبت السطوع بتوصل للاكتر من الف نتس واللي يعتبر رقم رائع من شاومي خلينا شوي نحكي عن الاداء وهنا عم نحكي عن جهزة جاية مع وجهة شاومي المعروفة مع كتير من التحديثات اللي بذكر منه لعلامة الخضرة وقتها بدنا نصور او بدنا نفتح الريكورد وبيبين عنا انه احنا عم نستعمل الكاميرا او الصوت مع ساعة داخلية 128 او 256 الهاتف جاي بمعالج سناب دراجون 8 جن 1 اربع نانومتر خلينا نقول انه واحد من الافضل اللي موجود بالهواتف اللي جربته السينة غير اللي جربته السينة الماضية مع الشاومي 11 برو هون في عنا سهولة بالتصفح والاستعمال هيدا التاني هاتف بستعمل في الجن 1 غير الفايند اكس 5 من اوبو بعتقد صار وقت نعمل مقارنة بالقريب العاجل بين الجهازين ووصل للكاميرات هون عنا ثلاثة كاميرات 50 ميجا بيكسل كاميرا الاولى عنا اساسية مع مستشعر الام اكس 707 وفتحة 1.9 بتصور 8 كي و 4 كي و ألترا نايت مود فيها تعمل فوكس على الوجه وتلحق الوجه و انت عم بتصور وكتجربة اولية خلينا نقول انه متفاجأ من الكاميرا ولأول مرة بشوف صورة بوضوح كاميرا لشاومي حلقات نظيفة نسبة بالالوان وتشبع وكانت كتير واضحة بالاضاءة النهارية والليلية مع تجربة الزوم الاكس 2 وخلينا نقول انه فقدت شيء لا يذكر من الكواليتي الصورة من بعد الزوم كاميرا واسعة ألترا وايد 50 ميجا بيكسل مع زاوية 115 درجة أما الكاميرا الثالثة التليفوتو مع فتحة 1.9 كاميرا السالفي 32 ميجا بيكسل مع وضوح بالصورة و أغلبيتنا صار بيستعمل السالفي على القليل مرة أو مرتين باليوم شاومي انتبعت على الموضوع وعطيت كاميرا بتعطي اللازم أو بتعطي أداء اللازم العلبة اجا فيها كابل طايب سي مع شاحن 120 واط تعودنا وشفناها بشاومي من قبل بال11T هون عم نحكي شاحن ب120 واط تقريبا بيشحن من صفر لـ 100% بـ 21 ديئة تلت ساعة مع بطارية موجودة عندنا إياها هون 4600 ميلي أمبير يعني قللوا شوي خففوا شوي 400 أمبير من القبل عوادين على بطارية دايما بشاومي 5000 ميلي أمبير مع الجراب اللي تعم بيحكي عنه من شوي وإنه مجرد ما إحنا حطيناه البروز اللي موجود كان على الكاميرا بطل مبين شاحن بيدعم 50 واط ويرلس وريفورس ويرلس عنا إياه 10 واط مع فنجر برينت سريع وبصمة كمان للوجه دغري بيفتح بس عجبني موضوع البصمة السريع الموجودة الوجهة صارت معروفة عندنا لشاومي مجرد نعمل دراج من فوق فينا نشوف كل شيء إشعارات عجبني موضوع الإشعارات شوي صارت هيك تتحرك فيها موشن وتاني ما اللي بنشوف الموجودة عنا الجهاز كان كنظرة أولى بدي أقول إنه ما في شيء تقريبا من الشكل طبعه رائع بالنسبة لإله هذا الملمس الموجود فيه يمكن شغل صغير بس إنه هون كتبين رسائل كتير على قصة ما بعرف ليه يعني ريت لو كنتوا بتشيلوا هيدا البارت اللي موجود هون زائد إنه ما في معيار بعد جربت إسأل واستفسر عن هيدا الموضوع اي بي للغبرة أو للمي مش موجود فإزعب تستعملوا الجهاز بكوت انتبهوا هيدا الموضوع ما تتحموا فيه مثلا ما تحكوا تحت الدوش عليه ممكن يكون آخر تليفون لأي لكم بس سعر الجهاز موجود بالأسواق الإماراتية 3799 او ما يعادل بالدولار حوالي 1030 دولار حوالي 1030 دولار شوفوا السوق عندكم اي سوق بالضبط بيعتي في كتير عطين هدايا معه وفي وارنتي سنة وفي بيعطوا كتير جوائز رح اترك اللينك بالوصف هذه كانت مراجعة أولية إذا عندكم أسئلة تانية عن جهاز شاومي 12 برو اذكروها بالتعليقات هيدا كانت كل شيء لاليوم حلقة جديدة منشوفها جمعاتي جاية اعرف نسيت شي انا بس ما اعرف باي سلام هؤلاء هؤلاء نسيت شيئة نسيت شيئة